موسيقى رئيس الوزراء يكشف عن مشاركة أكثر من ستة ألاف مشروع في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية قبيل أياما من انتلاق مؤتمر المناخ جوتارش يدعو المشاركين بالقمة لإنجاز اتفاق تاريخي بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة مصر ترحب باتفاق وقف العدائيات بين الحكومة الإثيوكية وجبهة تحرير تجري وتدعو لإحلال السلام الدائم بين الجانبين السادسة مساء بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت جريليش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم أشهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية مؤكدا أنها تأتي كترجمة حقيقية لقمة المناخ التي ستنعقد في مصر بداية الأسبوع المقبل وضف رئيس الوزراء خلال مؤتمر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية أن العالم يمر بفترة شديدة الدقة والاستثنائية لم يمر بها على مدار عقودا سابقة بعد أيام قليلة جدا من بدء قمة المناخ في مصر المصر بتستضيفها في فترة شديدة الدقة وشديدة الاستثنائية في ظروف يعني العالم كله ممرش بها قبل كده على مدار عقود سابقة ويمكن إحنا قمة المناخ في مصر اللي حتعقد يعني إن شاء الله بداية الأسبوع القادم يعني واخدى عنوان مهم جدا وهو يعني الانتقال من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ الفعلي للمشروعات اللي ممكن أن تسهم في الحد من ظاهرة التغييرات المناخية وعشان كده أعتقد إن هذه المبادرة الوطنية بتأدي ترجمة حقيقية لعنوان مهمة المناخ الحقيقة هذه المبادرة وأنا بواجهة شكر للدكتور محمود لما بدأت الفكرة الحقيقة في هذا العام وبدأنا الخطوات التنظيمية لها وأعلننا عن اللجنة المسؤولة عن بدء تلقي المشروعات المقترحة الكلام ده كله كان في شهر مايو فإحنا عندنا فترة زمنية لم تتجاوز الخمسة أشهر عشان المحافظات تتقدم ولجنة التحكيم تشتغل وتنهي كل إجراءاتها واتشف مدولي عن مشاركة أكثر من ستة ألاف مشروع في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية مؤكدا أن الدولة ومن خلال الحجم الكبير للمشروعات تعلن أنها واحدة من الدول الملتزمة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة تقدم إلينا أكثر من ستة الاف متين واحد وتمانين مشروع يعني تحديدا هذا هو الرقم فده يؤكد شيء مهم جدا أن مصر لديها زخيرة جيدة جدا جدا من المشروعات اللي بالفعل قيد التنفيذ أو حتبدأ أنها تتنفذ أو حتى أفكار يعني حتبدأ في التنفيذ في خلال الفترة القادمة وده يؤكد المصار اللي الحكومة المصرية أخدته في إطار رؤية مصر عشرين ثلاثين اللي هي أيضا ترجمة حقيقية لكل أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر لأطلقتهم من أمم المتحدة فالحقيقة الدولة المصرية من خلال هذا الحجم الكبير من المشروعات أكثر من ستة ألاف مشروع بتعلن أنها واحدة من الدول اللي ملتزمة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة واللي ليها رؤية حقيقية واضحة مترجمة في مشروعات بالفعل بتتنفس كرم رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الفائزين بمشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية الكبيرة والمتوسطة والناشئة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي واتم تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات مصر كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية وتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي معرض المشروعات المتأهلة على مستوى المحافظات والذي أقيم على هامش فعليات مؤتمر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ووجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بضرورة تنصيق مع الجهات المختصة للبدء في تنفيذ المشروعات الخضراء التي تتوائم مع استراتيجية الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر وكانت فعليات مؤتمر إعلان المشروعات الفائزة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية قد انطلقت اليوم حيث من المقارر أن تشارك في مؤتمر المناخ بشار مشيخ نحو خريطة للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها انطلقت فعليات مؤتمر إعلان المشروعات الفائزة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والمقارر مشاركتها ضمن مؤتمر المناخ بشرم الشيخ مصر أطلقت مبادرة تنموية رائدة برعاية كريمة من سيد رئيس الجمهورية وبتشريف دولة رئيس مجلس الوزراء مبادرة دي هدفها أن احنا نؤكد على أن الدولة المصرية جادة في توطين أهداف التنمية المستدامة جادة في أن هي تاخد في اعتبارها البعد البيئي والبعد الذكي والتحول الرقمي في كل المشروعاتها جادة في أن هي النهاردة بتؤكد على التنفسية والميزة النسبية الموجودة على مستوى كل محافظة وعلى إشراع كل أطراف المجتمع القمة هنا بتجمع الجانب السياسي والتنفيذي وأيضا رؤساء المنظمات الدولية ويضاف إلى ذلك المشاركين من المؤسسات المجتمع المدني زائد القطاع الخاص ففي مشاركة كبيرة جدا وده بيأكد على أولا أن هناك زخم عالمي يساند موضوع العمل المناخي رغم التراجع الشديد فيه الفائزون بالمبادرة تمت باختيار ستة مشروعات بكل محافظة بإجمال 162 مشروع من جميع المحافظات وهي المشروعات التي ستشارك في مؤتمر المناخ كوب 27 إحنا الحقيقة في البداية حصلنا على المركز الأول فائة الشركات النشأة لمحافظة البحر الأحمر والنهاردة حصلنا على المركز الأول فائة الشركات النشأة لمستوى جمهورية مصر العربية في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء هي شركة نشأة بتطور وبتصنع أنظمة طاقة متجددة مبتكرة عشان تنتقى الكهرباء تخدم القطاع الزراعي أو تحلي مية تخدم نفس القطاع بالأخص في المناطق البعيدة وإحنا كقطاع خاص إدن أن نحن نحل المعضلة داية من وجهة نظرنا عن طريق بشكل شامل لأنها معضلة الطاقة والغذاء والماء مشكلة متركبة وتحدي مركب ما تقدرش تحلي كل جزء لوحده لازم تتكلت هوليستيكلي بشكل شامل ياتي تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظات كمبادرة رائضة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وأثار التغيرات المناخية في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 اجتمع وزير الداخلية محمود توفيق مع مساعد الوزير وعدد من القيادة الأمنية بمواقعها عبر تقنية الفيديو كونفرنس لاستعراض سراتيجية العمل الأمني خلال المرحلة الحالية ومتابعة خطة تأمين مؤتمر المناخ والمقرر عقده بمدينة شرم الشيخ اجتمع السيد محمود توفيق وزير الداخلية مع مساعد الوزير وعدد من القيادات الأمنية بمواقعها عبر تقنية الفيديو كونفرنس لاستعراض استراتيجية العمل الأمني خلال المرحلة الحالية ومتابعة خطة دأمين مؤتمر المناخ المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ في بداية الاجتماع أعرب السيد وزير الداخلية عن تقديره للجهود التي يبدلها رجال الشرطة في شتى مجالات العمل الأمني والتي أصفرت عن تحقيق العديد من النجاحات مشيرا سيادته إلى حالة الاستقرار الأمني على كافة الأصعضة رغم التحديات الناجمة عن المتغيرات التي تشهدها الساحة العالمية والتي أثرت بصورة مباشرة على اقتصاديات الدول كما شدد سيادته على ضرورة مواصلة الجهود الأمنية لفرض الرقابة على الأسواق وضبط كافة صور الجرائم التامونية واستمرار المبادرات الاجتماعية الهادفة لتوفير السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة في إطار التكافل مع المواطنين ورفع الأعباء عنهم وتابع السيد الوزير عبر الفيديو كونفرانس محاور الخطة الأمنية لتأمين مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ موجها سيادته على ضرورة التواجد الأمني الميداني في إطار تنفيذ بنود الخطة على الوجه الأمثل فضلا عن اتخاذ كافة التدابير الأمنية ورفع أعلى درجات الحذر واليقظة وامتداد الإجراءات التأمينية لكافة محافظات الجمهورية لتحقيق استمرار حالة الاستقرار الأمني وفي نهاية الاجتماع أكد السيد وزير الداخلية على أهمية مراعاة البعد الإنساني لدى التعامل مع المواطنين أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية والتصدي الحاسم لكل ما يمس أمن وسلامة الوطن والمواطنين وفقا للأطر القانونية معربا عن ثقاته في رجال الشرطة وقدرتهم على تنفيذ المهام المكالة إليهم تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالاً هاتفياً من نظيره الأمريكي أنتني بلينكين لبحث الترتيبات الخاصة بمؤتمر كاب 27 وخلال الاتصال أكد شكري اتخاذ مصر كافة الترتيبات اللازمة لضمان مشاركة فعالة في المؤتمر من جانب الوفود الرسمية وممثل القطاع الخاص والمجتمع المدني وجميع الأطراف المعنية بقضايا تغير المناخ فيما أكد بلينكين حرص بلاده على المشاركة في المؤتمر والعمل المشترك مع مصر من أجل إنجاحه وتحقيق أهدافه هذا وتناول الاتصال بين الوزيرين تطورات الأوضاع في ليبيا حيث أعرب بلينكين عن تقدير واشنطن للجهود التي تمدلها مصر في إطار دعم المسار الدستوري ورئاستها لمجموعة العمل الاقتصادية المنباتقة عن مسار برلين بالاشتراك مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبية كما تترق الحديث إلى الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة حيث أكد شكر أهمية الحفاظ على التهديئة في الأراضي الفلسطينية وضرورة تجنب أي إجراءات تصعيدية أو استفزازية ضد الشعب الفلسطينية وتكتيف الجهود من أجل استئناف عملية السلام حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو دوتيريش الدول الغنية والفقيرة على سد فدوات الطموح والمصدقية والتضامن حين يكتمعون في قمة قاب 27 بشرم الشيخ الأسبوع المقبل وفي تصريحات للصحفيين أكد دوتيريش أنه قد حان الوقف لإنجاز اتفاق تاريخي بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة تعمل فيه الدول المتقدمة على الوفاء بما قطعته من التزامات في قمة باريس لتبدل تلك الدول بهودا إضافية لتقليص الانبعاثات وخفض درجة حرارة الأرض من خلال تقديم الدول الأكثر ثراءا المساعدة المالية والفنية لمساعدة الاقتصادات الناشئة على الإسراع بتحولها إلى الطاقة المتقددة أكدت وكالة أنباء أسوتياتد براس الأمريكية أن استضافة مصر لفعاليات مؤتمر كاب 27 ستوفر فرصة فريدة لأفريقيا من أجل مؤامة أهداف تغير المناخ مع الأهداف الأخرى للقارة مثل تحسين مستويات المعيشة وتعزيز مرونة بلدانها في مواجهة تقلبات التقصى وقالت وكالة الأنباء العالمية إن مؤتمر هذا العام قد يكون أفضل وجهة لتمثيل مصالح القارة بشكل أفضل في مفاوضات المناخ العالمية جاء ذلك في تقرير أعدته أسوتياتد براس حول الإيجابيات التي ربما تعود على القارة السمراء بعد عودة قمة المناخ للأمم المتحدة إلى أرضها من جديد بعد ست سنوات وأربعة مؤتمرات متتالية في أربع أعلنت أكثر من 16 وكالة ومنظمة أمريكية تودها إلى شرم الشيخ للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ قف 27 ومن جهتها ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن المبعوث الرئاسي الخاص لسؤون المناخ جون كاري يترأس الوفد الأمريكي يرافقه عدد من كبار المسؤولين وأضافت أن الوفد الأمريكي المرافق يضم وزير الخارجية أنتوني بلينكين ووزيرة الطاقة جينيفر جرانهولم ورئيس التنفيذي لشركة ميلينيوم تشالينج الحكومية ورئيس المجلس الاقتصادي الوطني ومدير الوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية أعلن البنك الأوروبي لأعادة الإعمار والتنمية المشاركة في مؤتمر كاب 27 بشرم الشيخ بخطط طموحة لتعزيز عمله المناخية وأوضح البنك أنه يلعب دورا رائدا في المساعدة على إزالة الكربون من الاقتصادات وتمكن الانتقال إلى مستقبل أكثر استدامة مع تركيز على إشراق القطاع الخاص في معالجة تغير المناخ وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتبعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 512 قضية تموينية بمضبطات بلغت 170 طن وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط 82 طن وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 30 طن أسمنت تم تم ضبط 57 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وفي مجال قضايا المخابز فتم ضبط 723 قضية من بينها 171 قضية خفز ناقص الوزن و186 قضية خفز غير مطابق للمواصفات أما في مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير فتم الضبط 42 قضية بمضبطات بلغت قرابة 370 طن رحبت مصر باتفاق وقف العدائيات بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيجري وأعربت مصر عن تمنياتها بأن يسهم الاتفاق في إحلال السلام الدائم في دولة إثيوبيا وقالت وزارة الخارجية إن الاتفاق يمكن أن يتيح الفرصة لحكومة وشعب إثيوبيا الشقيق لإزالة أثار النزاع ومعالجة أسبابه ولتضميد الجروح وإعادة بناء السلام الاجتماعية أكد الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد ضرورة ترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد والمحافظة على المغتسبات الأمنية المتحققة من خلال تطوير الأداء الأمني وتفعيل العمل الاستخباراتي وبذل الجهود الحثيثة لمتعرضة بقايا فلول الإرهاب وأشار الرئيس العراقي خلال استقباله مستشار الأمن القومي قاسم الأعراجي أشار إلى وجوب تكاتف الجهود بين الجميع لمساندة عمل الأجهزة الأمنية ودعمها لتأدية واجباتها الوطنية لإرساء الأمن والأمان في البلاد لفتا إلى أهمية عودة النازحين لمناطقهم وتوفير الخدمات الأساسية والأجواء المناسبة لهم انطلقت أعمال ملتقى البحرين للحوار الشرق والغرب من أجل التعايش الإنسانية والذي يعقد على مدار يومين بمشاركة فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وقداسة البابا فرونسيس بابا الكنيسة الكاتوليكية وعدد من الرموز وقادة وممثل الأديان والثقافات حول العالم يأتي ملتقى البحرين للحوار برعاية ملك البحرين ومشاركة نحو 200 شخصية من رموز وقادة وممثل الأديان حول العالم بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من شخصيات فكرية وإعلامية بارزة موسيقى السندسان مازالت مستمرة على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها بعد انتهائها من عمليات التفتيش وكلة الطاقة الدارية تعلن عدم العطول على مؤشرات لأنشطة نووية غير معلنة في أوكرانيا موسيقى أعلنت الوكالات الدولية لطاقة الدارية أنها لم تجد أي مؤشرات على أنشطة نووية غير معلنة في ثلاثة مواقع في أوكرانيا خلال عمليات تفتيش تمت بناء على طلاب من أوكرانيا بعد اتهامات روسية لها بتطوير قنبلة قدرة وأوضح المدير العام للوكالة رافيال جروسي أن تقييم الوكالة التقني والعلمي للنتائج التي تم التوصل إليها حتى الآن لم يظهر ما يدل على أنشطة ومواد نووية غير معلنة في هذه المواقع الأوكرانية وقالت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تحرز تقدما على محور جنوب دانسك وتتصدى لهدمات أوكرانية على محاور أخرى في السياق آخر قالت وزارة الدفاع الروسية أن أوكرانيا أطلقت صراحة 107 من الجنود الروس في أحدث تبادل لأسرى الحرب بين كييف وموسكو وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الجنود سينقالون إلى موسكو لتلقي العلاجة حيث يأتي ذلك في مقابل إطلاق روسيا صراحة 107 أسرى من الجنود الأوكرانيين أعلنت أوكرانيا أن سبع سفن تحمل منتجات زراعية غادرت موانيها بالبحر الأسود وقالت وزارة البنية التحتية الأوكرانية أن السفن تحمل 290 ألف طن من المنتجات وتبحر باتجاه دول أوروبية وأسوية يأتي ذلك بعد يوم من استئناف العمل باتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية والذي يهدف إلى إتاحة تصدير المواد الغذائية الأوكرانية إلى الأسواق الخارجية قالت الأمانة العامة للأمم المتحدة في مركز التنصيق المشترق إن الوفد الروسي استأنف العمل في المركز الذي يدير عمليات اتفاق نقل الحبوب عبر البحر الأسود وأوضحت الأمم المتحدة أن عدد السفن التي تنتظر عمليات التفتيش تقلصة بشكل كبير مشيرة إلى وجود أكثر من 120 سفينة في انتظار التحرك معظمها من السفن التي ستنطلق في رحلات داخلية بعد أن تلقت موسكو ضمانات خطية من أوكرانيا بسلامة السفن التي تعبر ممر تصدير الحبوب استأنفت روسيا مشاركتها في اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية وزارة الدفاع الروسي اعتبرت أن الضمانات التي تلقتها حتى الآن تبدو كافية وبالمقابل رحبت كييف بالخطوة وأكد الرئيس الأوكراني زلينسكي أن استمرار اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود يعد نتيجة دبلوماسية مهمة لبلاده وللعالم بأسره الضمانات التي طلبتها روسيا من كييف تتمثل في الإبقاء على ممر تصدير الحبوب منزوع السلاح وما اعتبره زلينسكي يظهر مواصفه بفشل عملياتها العسكرية على بلاده بدوره قال الجيش الروسي إنه بجهود الأمم المتحدة تم الحصول على الضمانات الخطية اللازمة من أوكرانيا بشأن عدم استخدام الممر الإنساني والمواني الأوكرانية المحددة لتصدير المنتجات الزراعية لتنفيذ أعمال عدائية ضد روسيا لكن بوتين هدد بخروج بلاده مجددا من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود في حال عمدت كييف إلى خرق ضمانات طلبتها موسكو ردود دولية لاقت إعلان موسكو استئناف مشاركتها في الاتفاق إذ رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو كوتيريش بعودة روسيا للالتزام بالاتفاق أما الولايات المتحدة فأكدت أن تجديد الاتفاق سيعزز القدرة على تأمين الاستقرار في هذه السوق وممارسة ضغوط لهبوط الأسعار المتعلقة بالمواد الغذائية الأساسية في العالم دعا وزير الخارجية روسي سرجيل أفراو بالأمم المتحدة إلى المساعدة في تنفيذ جزءين من اتفاق نقل الحبوب عبر البحر الأسود بتسهيل الصادرات الغذائية الروسية جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي بعمان فيما يتعلق بصفقة الحبوب نعم لقد سررنا بتوقيع القيادة الأوكرانية على ضمانات بعدم تكرار محاولات استخدام الطرق الإنسانية في البحر الأسود لأغراض عسكرية كما تعلمون فإن جزءا واحدا فقط تم استئنافه من صفق التصدير الحبوب وهو الجزء الخاص بأوكرانيا وما زلنا لا نرى أي نتائج فيما يتعلق بالجزء الثاني من الحزمة التي اقترحها الأمين العام للأمم المتحدة والتي تتضمن إزالة أي عقبات أمام تصدير الأسمدة والحبوب الروسية قالت شركة الطاقة النووية الأوكرانية إن القهرباء انقطعت عن محطة زاكوريجيا للطاقة النووية بعد قصف روسي دمر قطوط الضغط العالي الباقي وأضحت الشركة أن المحطة تعمل الآن باستخدام مولدات تعمل بالوقود فحسب مشيرة إلى أن محطة زاكوريجيا لديها وقود يكفي لتشغيل المولدات لمدة 15 يوما قالت وزيرة الخارجية الألمانية أناليتا بيربوك إن دول مجموعة السابع لن تسمح لروسيا بتجويع الأوكرانيين هذا الشتاء على حد وصفها وقال تابيربوك قبل اجتماع لوزراء خارجية الدول الصناعية السابع القبرى في مصر في ألمانيا قالت إن بلادها لن تسمح بأن تؤدي العمليات العسكرية في أوكرانيا إلى موت جموع من قبار السن والأطفال والشباب والعائلات في أشهر أشتاء المقبلة رفع بنكو إنجلترا أسعار الفائدة إلى 3% في أخبر زيادة منذ 33 عاما في وقت يحاول فيه السيطرة على التضخم ورفعت لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة الأساسي بمقدار 75% نقطة مئوية بعد تأحذيرها الشهر الماضي من أن الضغوط التضخمية المتزايدة ستتطلب استجابة أقوى مما كان يعتقد في السابق أفد صندوق النقد الدولي بأن السلطات الأرمينية وموظفي السندوق يتوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن برنامجا احتياطيا احترازية مدته 3 سنوات بقيمة 165 مليون دولار لدعم الاقتصاد الأرمينية وقال الصندوق إن الاتفاقية خاضعة لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي ومن المتوقع أن يتم النظر فيها في ديسمبر هذا العام وسيدعم البرنامج المقترح الاقتصاد الأرميني لتحقيق نمو قائم على الاستثمار والمعرفة والتصدير مع الحفاظ على الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي والحد من الفقر تراجعت الأسهم الأوروبية خلال تدولات على انخفاض حاد بعد أن بدد البنك المركزي الأمريكي أي أمال في تخفيف سياسات التجديد النقدي التي تستهدف كبح تضخم بل وألمح إلى زيادة أقل في أسعار الفائدة لفترة أطول وهبط المؤشر ستوكس الأوروبي بنسبة 9 من 10% مع تراجع أسهم التكنولوجيا الأوروبية الحساسة لأسعار الفائدة 1.5 من 10% وتراجعت معظم مؤشرات القطاعات الأوروبية الرئيسية ولكن مؤشر قطاع البنوك ارتفع 1 من 10% تقريبا قال أحد مساعدي رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان إنه أصيب في ساقه في إطلاق نار على موكبه في شرق البلاد وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن رجلان فتح النار من سلاح أليه وأصاب عدة أشخاص إلى جانب عمران خان مشيرا إلى أنه تم نقله إلى المستشفى للتلقي العلاقة أطلقت كوريا الشمالية عدة صواريخ باليستية تشمل إطلاقا محتملا فاشلا لصاروخ باليستي عابر للقارات وقال مسؤولون في كوريا الجنوبية واليابان إن الصاروخ ربما يكون صاروخا باليستيا عابرا للقارات وهو السلاح الأطول مدى لدى كوريا الشمالية ومصمم لحمل رأس نووي إلى الجانب الآخر من الأرض الأمور أصبحت مشتعلة والتوترات بلغت زروتها في الأيام الأخيرة مع بدء سول وواشنطن مناورات جديدة وردت كوريا الشمالية مهددة باستخدام السلاح النووي بيونج يانج لا تلقي لهذا التوتر بالا وتواصل إطلاق عدد من الصواريخ الباليستية ليصبح عام 2022 عاما قياسيا للتجارب الصاروخية الكورية الشمالية بعد وصول عدد التجارب إلى 30 اختبارا باستخدام الصواريخ الباليستية ومن طراز كروز أيضا آخر هذه التجارب دفعت اليابان إلى إعطاء انظار للسكان في عدد من المقاطعات للاحتماء في أماكن مغلقة خاصة بعد تضارب الأنباء عن تحليق أحد الصواريخ فوق المجال الجوي الياباني وقبل هذه التجربة بيوم واحد أطلقت الجارة الشمالية ما لا يقل عن 23 صاروخا وهو أكبر عدد من التجارب في يوم واحد ومن بين الصواريخ سقط أحدهم على مسافة تقل عن 60 كم من سواحل سول مما دفع الرئيس الكوريا الجنوبي يونج سوليول لوصف عمليات الإطلاق بأنها تعد على أراضي بلاده كما نددت واشنطن بعمليات الإطلاق ووصفتها بأنها متهورة كوريا الجنوبية لم تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه التجارب فقامت بنشر مقاطع فيديو توصق لحظات إطلاق مقاتلاتها الحربية سلاسة صواريخ ردا على إطلاق كوريا الشمالية كما نفذت مناورات مشتركة مع القوات الأمريكية استمرت 12 يوما وبمشاركة نحو 240 طائرة حربية أعلن سلاح الجو الكوري الجنوبي أنه سيمدد المناورات الجوية المشتركة مع الولايات المتحدة التي تعد الأكبر من نوعها على خلفية الاستفدادات الأخيرة من كوريا الشمالية جاء هذا بعد ساعات على إطلاق بيونج يونج ثلاثة صواريخ ما دفع اليابان إلى إصدار أوامر للسكان بالاحتماء خلال عمليات إطلاق كوريا الشمالية صواريخ تضمن الصاروخين قثيري المدى وأعود مشاهدينا إلى أعمال ملتقى البحرين للحوار وينضم إلينا من المنام على الهواء مباشرة مراسل تلفزيون المصري حماد العربي حماد ضعنا في أجواء الملتقى وأهم الموضوعات المطوحة بعد التحية موضوعات كثيرة مخلوحة على جندة الملتقى الدولي الذي يشهد قدور عدد كبير من الفعاليات والوفود على المستوى الدولي المستقل الذي بدأ أول أمس وتستمر في فعالياته حتى الغد يناقش عدد كبير من المحاور أهمها كيفية التعايد السلمي في المجتمعات سواء مجتمعات أفريقيا والشرق الأوسط أو حتى المجتمعات الأوروبية والمجتمعات الغربية إضافة إلى ذلك يناقش كيفية استيعاب أفكار الشباب بمختلف انتماءاتها إضافة كذلك إلى محاربة الأفكار المتطرفة والأفكار الهدامة وخلق دور قوي ومحوري للأئمة وعلماء الدين للتوصل إلى اتفاق قد يكون منزم لجميع الأطراف على المستوى الدولي أو المحل للأسل الحالة من السلام والتعايش وتقليل النزاعات والحروب والتطرف ومحاربة العنف والفقر والجال في عدد كبير من المجتمعات خاصة المجتمعات التي تنتمي إلى دول العالم الثامنة المؤتمر يحظى باهتمام دولي إلى أبعد مستوى هناك حضور من مختلف دول العالم سواء الدول الغربية أو الدول الشرقية حضور قداسة البابا فرانسيس وحضور قضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس ركماء المسلمين لفعليات هذا المنطقة يعطي ثقلا دوليا في مختلف اتجاهات التي يناقشها هذا المؤتمر إضافة إلى تقريب أجهات النظر ما بين الأفكار وما بين أتباع الديانات المختلفة على مستوى العالم وخلق حالة من الفوار الجدي الذي قد يصل إلى مستهدفات يتم تنفيذها على أرض الواقع بصورة مهمة وبصورة ملهمة للأجيال القادمة حتى يتم التوصل إلى حالة من التعايش استلمي في مختلف المناطق ومختلف البلدان على مستوى العالم ودور قداسة البابا فرانسيس إلى جانب فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب يعطي انطباعات ويعطي رسائل عديدة على المستوى الدولي خاصة مع الاهتمام الكبير الذي يوليه الأزر الشريف باتباع الوساطية وبحالة التقارب مع مختلف الدول بالإضافة كذلك إلى النقاش المفتوح والدير على مستوى الأعوام السابقة ما بين قداسة البابا فرانسيس وفضيلة الإمام الأكبر وهذه الروح التي تتجسد في عدد كبير من اللقاءات روح المحبة والتعاون والوصول لحالة من السلام العالمي لكل المجتمعات على مستوى العالم يمكن هناك ترحيب كبير وقوي لحظناه في دولة البحرين بفضيلة الإمام الأكبر واستقبال ملك البحرين لفضيلة الإمام بالإضافة إلى عدد كبير من اللقاءات التي بدأت منذ وصول فضيلة الإمام وتستمر حتى هذه اللحظات وتجسد مدى الترحيب والمواد التي يكنها شعب البحرين حكومة وشعبا لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد والطيب بالإضافة كذلك إلى زيارات الوحود دولية تشارك في هذا الملتقى منطقة الشرق والغرب في حالة الحوار وترحب بوحود فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد والطيب يمكننا تحدث إليكم من قصر الصخير وهو مكان إعظم فضيلة الإمام الأكبر كما تذكرنا تتوالى الوحود وتتوالى الزيارات وفي الغد سيكون هناك حضور قول ومهم للغاية لقدسك البابو فرانسيس وفضيلة الإمام لختام فعاليات منطقة الشرق والغرب وعدد كبير من التوصيات التي نتوقع أن تلصم بشكل كبير وبشكل جادري في الوصول إلى حالة من السلام وحالة من التعالج بين مختلف الطوائف على مستوى دول العالم نعم أشكرك جزيلا حمد العربي مراسل تلفزيون المصري كنت معنا من المنامة التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمؤسسي ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة لاستشارات المالية أحمد هيكل وأكد مدبولي أن اللقاء يأتي في إطار حرص الحكومة على التواصل الفاعل مع المستثمرين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الصدد بهدف تزليل آية معوقات قد تواجههم ومن ثم دفع الاستثمار في مختلف القطاعات وذلك من أجل تحقيق التنمية وزيادة معدلات التشغيل ودعم الاقتصاد الوطني نفى المركز الألمي لمجلس الوزراء ظهور حالة إصابة بوباء الكاليرا في عدد من محافظات الجمهورية وقام المركز بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان التي شددت على أن مصر خالية تماما من وباء الكاليرا وأنه لم يتم رصد أي حالات مصابة بأي محافظة من محافظات الجمهورية مشيرة إلى امتلاك مصر برنامج ترصد وتقصد للأمراض الوبائية يعمل بشكل فعال عقدت تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين صلونا نقاشيا بعنوان مباشرة الحقوق السياسية باعتبارها حقا يكفله الدستور لكل مواطن وتطرق النقاش إلى الحديث عن تشكيل المجالس البرلمانية وتشرعات الموجودة حاليا والتي تنظم مباشرة الحقوق السياسية كانت التنسقية قد أعلنت إطلاق سلسلة كبيرة من الصلونات النقاشية بشكل يومي مع المتقصصين من كافة التيارات والاتجاهات المختلفة بشأن القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني النهاردة كان الحضور من مختلف الأحزاب السياسية وناس مستقلين وناس طلبت جمعة في اتحاد الطلبة بالنهاردة متناقش في القضية النهاردة تنولنا بعض النقاط الهمة منها لجنة العفو الرئاسي منها التعدادية الحزبية في مصر منها قانون الحياة السياسية نفسه والانتخابات هيمشي إزاي والدوائر الانتخابية تكلمنا برضو وهل اندماج الأحزاب فيما بعد الحقيقة الجلسة النهاردة كانت جلسة سرية جدا كانت من ضمن جلسات الحوار الوطني اللي بتعدي ليه التنسائية ضمن المحور السياسي قانون مباشرة الحوار السياسية وكانت الجلسة سرية جدا كان فيه تنوع كبير جدا من الحاضرين كان فيه منقشات حوالين مواضيع المباشرة الحوار السياسية مواضيع تطرق لحاجات بدايات انه الحيثيات اللي محتاجة ان يبقى فيها حياة سياسية موجودة ويبقى فيه تطور للحياة السياسية تليج بالجمهورية الجديدة نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين محاضرة في كلية التمريد في جامعة الإسكندرية حول أهداف الحوار الوطنية وتأتي الندوة في إطار دور الجامعة التوعوي والتتقفي لأبنائها من الشباب ولأفراد المجتمع الخارجي بمختلف القضايا المهمة والتي يأتي في مقدمتها التعريف بمؤتمر المناخ الذي يقام في شرم الشيخ نحن في جامعة الإسكندرية في ضيافة كلية التمريد للاستماع لأراء الطلاب والطالبات حول تغيرات المناخية رؤية الطلاب حول إصدافة مصر لكوب 27 وأيضا بالتوازن نتكلم عن الحوار الوطني وأهم ما يهتم به الشباب وطلاب الجامعة مستقبل مصر عن هذا الحوار وكيف نتواجه إلى الجمهورية الجديدة تأثير مؤتمر زي كوب 27 على مستقبلهم على فرص العمل وعلى صناعات كتيرة الحية هتتأثر بهذا الموضوع نتمنى إن شاء الله يكون لقاء موفق مع الشباب ونحاول نستمع إلى أراهم في هذا الموضوع الشباب مهم جدا أنهم يحسوا بالانتماء ومهم جدا أنهم يلاقوا إيه اللي يسمعهم بيطلع منهم أفكار هيلة جدا على مدار العشرة يام اللي فاتوا في مختلف بقاع مصري يعني لا بيطلع منهم أفكار ومقترحات وأحلام وتحديات ومشاكل سمعهم لوحده داء لوحده فلسفة من فلسفة الحوار الوطني وأحد أهم أهدافه عقدت تنصقية شباب الأحزاب والسياسيين جلسة نقاشية تحت عنوان الحوار الوطني وذلك بقصر الثقافة الزقذيقة في محافظة الشرقية ضمن مختلف الفئات العمرية والمهنية واستهدفت الجلسة الاجتماع إلى أراء المواطنين ومقترحاتهم والتحديات التي توالههم ضمن القضايا ومحاور الحوار الوطني المطروحة منها أهمية العمل العام وأهدافه وأهمية تفعيل مشاركة الشباب في دميع المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية كنا موجودين في أصل الثقافة وكان موجود فعلا نخبة من الشباب نقضى نقول للمشاكين في الأنشطة الطلبية وبعلمانات الشباب وكمان نمازج محاكزة مجلس الشيوخ التابع لوزارة الشاب وياضة وكان موجود كيادات سياسية وحزبية وكمان مواطنين أرقنا الضوء على كثير جدا من التحديات اللي حب نتكلم فيها نقضى نقول شغالهم بشكل كبير جدا قضية التمكين والتأهيل وقضية كمان الحراك السياسي الموجود فبالتالي هناك مطالبات بإصدار قانون الإدارة المحلية أو المحليات فيه كلام حول بعض القضايا زي قانون تصالح وزي أنه محتاج مجهود أنه يصدر بأسرع فترة كمان نتجنب كثير جدا من اللغة حوله التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي سفير عبد الله بن ناصر الرح به سفير سلطنة عمان في القاهرة وخلال لقاء أشهد مدبولي بعلاقات الود والإخوة التي تربط بين البلدين منذ نحو نصف قرن تميزت خلالها العلاقات التنائية بين البلدين بتطابق رؤى إذاء القضايا الإقليمية والدولية وتنسيق المشترك في كل القضايا التي تهم الأمتين العربية والإسلامية من جانبها أشهد سفير سلطنة عمان بالقاهرة بما يربط شعبي وقيادتي البلدين من علاقات راسخة مشيرا إلى تطلع رجال الأعمال العمانيين إلى زيادة استثماراتهم في مصر خلال الفترة المقبلة للاستفادة من مناخ الأعمال الجادب في مصر وفي إطار الاستعداد لاستضافة مصر لقمة المناخة قبة 27 بمدينة شرم الشيخ أقيم مستشفى ميداني في إطار خطة التأمين الطبي التي تنفذها الدولة بالمدينة نطاقة الخضراء داخل نطاق مركز المؤتمرات الدولية أقيم هذا المستشفى الميداني الذي يتم تشغيله لأول مرة في مصر في إطار خطة التأمين الطبية التي تنفذها الدولة المصرية ضمن استعدادات استضافة مؤتمر المناخ بنسخته 27 حيث يشتمل المستشفى على التجهيزات والمستلزمات الطبية للتعامل مع مختلف الحالات وهو متصل إلكترونياً بمستشفى شرم الشيخ ويقدم خدماته على مدار الساعة كما يعمل بالطاقة الشمسية المتجددة تماشياً مع أهداف المؤتمر المستشفى هنا انشأت في مطاقة متواصلة ما بين المطاقة الخضراء ومقاعة المؤتمرات المستشفى مجهزة تجهيز كامل نحن عندنا فيه أربع أسرة استقبال مرضى مجهزين على أهل تجهيزات عندنا معمل عندنا أشاعة متنقلة عندنا سنوار متنقل عندنا صيدلية داخلية عندنا أربع أسرة رعاية مركزة كاملين بأجهزة التنفذ الصناعي عندنا عشرين سرير إقامة داخلية عندنا غرفة عمليات مجهزة على أهل تجهيزات المستشفى الميداني يجتمل على أربعة أسرة للاستقبال والطوارئ وعشرين سرير عناية متوسطة للقسم الداخلية وأربع أسرة عناية مركزة بجانب غرفة عمليات متكاملة ووحدة أشاعة سينية وتلفزيونية ومقطعية ومعمل للتحاليل الطبية وصيدلية لتكتمل بذلك المنظومة وتغطي الحالات الطريقة وتلك التي تحتاج إلى تدخلات أخرى نحن حاليا في غرفة الفحص الأولي لاستقبال المريض أي مريض يتردل علينا نستقبله في الغرفة دي نبدأ نشوف علامات الحاوية زي الضغط السكر النبض نشوف المريض شكوته إيه لو محتاج علاج بسيط نوصف له العلاج ويأخده بعد كده في غرفة العلاج أو محتاج حالته تستدعي مثلا نحن نعمل استكمال الفحصات سواء أشعة أو تحليل بيكملها في بقية المستشفى ونعمله اللازم شاء الله نحن دلوقتي داخل غرفة الرعاية المركزة بالمستشفى الميداني المصغر بمدينة شرم الشيخ واللي معمول ضمن الفعاليات التأمين الطبي لمؤتمر المناخ كوب 27 غرفة الرعاية المركزة في المستشفى الميداني قوتها أربع سر الأربع سر دول مجهزين بكامل التجهزات الطبية طبقا للمعايير العالمية ومعايير الجودة المصرية والتابعة لهيئة الرعاية الصحية مجهزة بكل التجهزات الطبية من أجهزة قياس العلامات الحيوية الإلكترونية استعدادات نهائية تنفذها الدولة ضمن خطة التأمين الطبي لمؤتمر المناخ الأممي المهم بتوفير الخدمات والرعاية الطبية الصحية الفائقة للوفود المشاركة بالاعتماد على الخبرات البشرية والوسائل التكنولوجية الحديثة لإدارة الأزمات وطوارئ من خلال المستشفى الميداني ومستشفى شرم الشيخ الدولي والتكامل مع الخدمات الطبية الأخرى سالي سالم التلفزيون المصري أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي تنموي قافلت ستر وعفية ثلاثة لأهالي قرية البلدة بمركز العياط بمحافظة الجيزة لتقديم خدماتها لأكثر من عشرة ألاف مستفيد وذلك بمشاركة أكثر من 12 كيانا من كيانات التحالف يأتي تنظيم قوافل ستر وعفية تنفيذا لتوجهات القيادة السياسية بدعم الفئة الأولى برعاية والأكثر استحقاقا وتماشيان مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموية وفقا لخطة الحماية الوطنية الخاصة بالتحالف والتي تم وضعها لتقديم الدعم الشامل للأسر الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية نظمت مؤسسة حيا كريمة حلقة نقاشية بكلية العلوم بجميع الضمنهور في محافظة البحيرة حول تاريخ وأنشطة المؤسسة بمراكز المحافظة وتنولت الحلقة النقاشية تاريخ المؤسسة ومشروعاتها في محافظة البحيرة وكيف بدأت مشروعاتها قبل أن تشمل مراكز متعددة حاليا كما استمع منصق مساعد المؤسسة إلى أرأي طلاب حول مشروعات المؤسسة وأكد على إيصالها إلى الجهات المعنية لتذليل أي معوقات النهاردة تشرفت كلية العلوم باستضافة ندوة تعرفية عن حياة كريمة شهدت الندوة حلقة وطنية من النقاش المتبادل بين الطلاب المشاركين والسادة القائمين على تنفيذ الندوة المناقشات كلها كانت بتدور حوالين محاول مجادرة حياة كريمة إزا بيختاروا المشاريع وإزا بيختاروا الأماكن اللي بتتنفس فها المشاريع الحوار والندوة عكست مدى إدراك الشباب المصري على إنجازات اللي بتحقوم على أرض الواقع ووضحوا أدئين أنهم على قلب الرجل واحد وراء القيادة السياسية وأنهم مستحملين بعض الأمور اللي بتصعب على أرض الواقع في سبيل تنفيذ المجادرة الوطنية العظيمة اللي هي حياة كريمة طبعاً هي الطلبة كانت موجودة النهاردة الطلبة كان عندها شغف كبير جداً إنها تسمعنا وتسمع عن حياة كريمة إحنا عادنا مع الشباب إحنا بنسمع الشباب كلها سمعنا متطلباتهم عرضنا عليهم إحنا بنعمل إيه التكلفة على تلحاجات دي قد إيه إيه التحديات اللي بتواجهنا إيه السلبيات اللي إحنا بنحاول نحلها عرضنا عليهم إنهم يتطوعوا يكونوا موجودين معنا يكونوا هما الناس بتوعنا على الأرض أنا بشوف أن الصمر الأساسية اللي حصلت في حوارنا النهاردة مدخلات الطلبية ومناقشاتهم للمنصق العام للمحافظة وأشاروا لكلهم في كريته إيه اللي شافوه ومن إيجابياته طبعاً أشاروا لبعض السلبيات فلأ مشاهدينا نتحول لمتابعة أهم أنباء المال والأعمال وتفاصيل الأخبار مع زميل مصطفى ميزار شكراً إلهام نمر وشكراً إيمان منصور أهلاً بكم مشاهدين الكرام في جولة اقتصادية جديدة في نشرة السادسة وفيها نتابع بعض الخلف أعلن البنك المركزي المصري في ارتفاع الصافي لاحتياطيات الدولية إلى 33.4 مليار دولار في نهاية أكتوبر من عام 2022 بزيادة قدرها 214 مليون دولار عن شهر سبتمبر الماضي على جانب آخر أصدر البنك المركزي المصري تعليمات ملزمة بشأن التنويل المستدام والتي تعد إحدى الخطوات الفعالة لتعزيز دور القطاع المصرفي في تحقيق رؤية الدولة والدفع بعجلة التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومواجهة المخاطر البيئية والاجتماعية ذكر البنك المركزي أن تلك الخطوة تأتي تماشيا مع التوجه الوطني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030 وإيمانا بالدور الهام للتمويل المستدام في دعم الاستقرار المالي والمصرفي في إطار الحملة الترويجية والتعريفية للفرص الاستثمارية المتاحة والتي أطلقتها الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في نهاية الشهر الماضي رفعت برصة النزاك الأمريكية على واجهات مبنها الشهير في ميدانة تايمز سكوير بحي منهات في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية فيلما تعرفيا للمشروعات القائمة داخل مناطقها الصناعية وموانيها التابعة لها أشارت المنطقة الاقتصادية إلى تدرج حملتها الترويجية دوليا سواء في مطارات دولية أو بأشهر ميادين العواصم العالمية لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة ومزايا الاستثمار داخل المنطقة وكذلك استقطاب كبرى الشركات العالمية للاستثمار في مصر داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أعلن رئيس وهيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع عبور سفينة الركاب العملاقة أحدث السفن السياحية في العالم في أولى رحلتها البحرية عبر قناة السويس ضمن قافلة الشمال خلال رحلتها القادمة من إسبانيا والمتجهة إلى الأمارات العربية المتحدة وجه رئيس الهيئة باتخاذ كافة التدابير اللازمة والإجراءات لضمان العبور الآمن من خلال تعيين مجموعة من كبار مرشيد الهيئة وتوفير المساعدات الملاحية من القاطرات المصاحبة علاوة على المتابعة اللحظية من مكتب الحركة الرئيسي ومحطات الإرشاد الموجودة على طول القناة إلى سوق المال حيث تبينت فيه المؤشرات مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات جلسة اليوم نهاية جلسات الأسبوع وفيها سجل رأس المال السوقي لمستوى الشركات ما يقرب من 763 واحد من عشر مليار جنيه أما على صعيد المؤشرات ففتح مؤشر إيجي إكس ثيرتي عند مستوى 11.242 نقطة ليرتفع بنسبة 18 من 100% ويغلق عند مستوى 11.262 نقطة كذلك فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس سيفينتي عند مستوى 2225 نقطة ليتراجع بما نسبته 56 من 100% ويغلق عند مستوى 2223 نقطة كما فتح مؤشر إيجي إكس 100 عند مستوى 3242 نقطة ليتراجع بما نسبته 51 من 100% ويغلق عند مستوى 3226 نقطة من أسواق المال إلى أسواق العملات حيث تبيانت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي 24 جنيه و20 كرش للشراء و24 جنيه و31 كرشا للبيع بالنسبة لليورو فقد وصلت قيمته إلى 23 جنيه و57 كرشا للشراء و23 جنيه و69 كرشا للبيع في حين وصل الجنيه الاسترليني إلى 27 جنيه و11 كرشا للشراء و27 جنيه و23 كرشا للبيع أما بالنسبة للعملات العربية مقابل الجنيه المصري فقد سجل الدرهم الإماراتي ما قيمته 6 جنيه و59 كرشا للشراء و6 جنيه و62 كرشا للبيع وأخيرا الريال السعودية الذي وصلت قيمته إلى 6 جنيه و44 كرشا للشراء و6 جنيه و47 كرشا للبيع أنهت أغلب برصات منطقة الخليج العربية تعملت على تراجع مع إشارة البنك المركزي الأمريكي إلى أنه لا يوشك على الإطلاق على تيسير السياسة النقدية ما دفع لصدور تصريحات وقرارات تميل للتجديد من عدد البنوك المركزية في الأسواق الناشئة وفيه هبط المؤشر السعودي بنسبة 8 من 10% ليتراجع المؤشر بـ 2 و3 من 10% في هذا الأسبوع الذي يشكل ثالث تراجع أسبوعي في الأربعة أسابيع المنقضية كذلك هبط مؤشر دبي رئيسي بنسبة 6 من 10% وفي أبوظبي أغلق المؤشر على تراجع بنسبة 5 من 10% مع جني المستثمرين لأرباح بعد موجة الارتفاعات وقد هبط المؤشر القطري هو الآخر بنسبة 1% بضغط من أسهم قطاع البنوك هذا وقد تراجعت برصة الكويت هي الأخرى بما نسبة 2 من 10% وصلنا معكم إلى نهاية هذه الجولة في أخبار المال والعمال في نشط أسادسة مشاهدين الكرام نعود للمتابعة وعنوين الختام مع الزميلتين إلهام نمر وإيمان منصور شكرا جزيلا لك مصطفى وبهذه الأخبار الاقتصادية نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة لا يتوقع بها سوى التفكير بأبرز عنوينها رئيس الوزراء يكشف عن مشاركة أكثر من 6 ألف مشروع في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الدكية قبيل أيام من انطلاق مؤتمر المناخ ها جوتيريش يدعو المشاركين بالقمة لإنجاز اتفاق تاريخي بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة مصر ترحب باتفاق وقت العدائيات بين الحكومة الإتيوبية وجبهة تحرير تيجري وتدعو لإحلال السلام الدائم بين الجانبين ختم نشرة السيد ساعتتكم من التلفزيون المصرية شكرا للمتابعة وضمتم في أمان الله شكرا للمشاهدة